بص كده معايا على المشاهد دي دي مشاهد داعش وانت الحقيقة في العمل ده يعني انت موجود في هذا المجتمع وان كان تمثيل بلس هو حقيقة موجودة في العالم كنت خايف كلمني على المشاهد دي وانت لما كنت بتترحل في الأوتوبيسات وانت قاعد وسطيهم وانت قلقنتوا للوقت كنت خايف بجد؟ كنت خايف اه في بعض المشاهد خفت منها لان في لحظة جيت قلت لهم وانا بتناقشة مع امير كرارة في المشهد وهو من ضمن المكاسب منكس بتاع السنة دي فعليا امير كرارة قساني رمزي جدا فبقوله تخيل واحد لما بيعزل من شقة لشقة بيتعب وبيتدايق تخيل واحد سب حياته كلها وراح في حياته كلها خطر ووقت الوقت الموصلي ان انا ما يبنش علي فكان طوال وقت احساسي الداخلي هو اللي عمال يشتغل ففي لحظة خفت انا في لحظة من الحظات دي في مشهد مشاهد الفلاشة او انت بتركب الفلاشة لا لما خدوا مني الفلاشة لو اكتشفوا ان هو مع سلامة طبعا مات اكم بقى الله اعلم من شبابنا اللي راحوا انت مش عارفة وبطولات مش شرط ان يعرف عنها حاجة صح في غلطة بسيطة واحد حياته كلها وديها من غير ما نعلق له لواء ونعود سقافة من غير ما يعرف حاجة في المشاهد دي كمان يمكن النجاح ايضا للشخصيات العربية اللي لعبة ادوار داعش يمكن ده اللي خوفك لان هما برضو انت انت عاملتش معايهم مصدقت ان هما من داعش طيب انا عايزة برضو ارجع تاني واسألك يعني اللخبطة والاتراب اللي كان عنده علاء وبين في عينيه هو موجود عند شباب كتير مفيش شباب بقى نقشوك في العمل وهو شغال كده لا يمكن ده ما تمش بشكل مباشر بس يمكن انا واحد من الناس اللي كنت ايه طول وقت زمان عندي وجهات نظر سياسية فطول وقت انا شايف ان احنا مشكلتنا في حاجة ان احنا ما بنعرفش نعبر عن وجهة نظرنا الاندفاع دايما وانا شايف الاندفاع مضر تمام ان انت يجي لك احد يقولك ده اكتر حاجة عجبتني في المسلسل ان يجي لك يده كبرى تطبطب عليك وتعرف تستغل طاقتك وامانك وحبك وتستغله صح ده اللي احنا محتاجينه فبتالي ده لناس كتير حواليا لبسطهم عشان كان فيه ناس كتير لغاية الوقت يتعيها فما تلاقي ان انت عارفت مفتاح بس يبقى معاك مفتاح الشخصية يعني ده اللي عملته امينة خليل هي دخلت لك من حالة الانسانية طبعا 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 وده اللي بعد شوية حتى وهم بيلعبوه اما عادوا فترة جندوه كده تجنيد وهمي لحظات اللي ياري فيها القلم والكاميرات والحاجات دي فهو يعني كان متوتر بزيادة ولما راح ما خدش الموضوع على صدره لانه هو امن بيهم اه طبعا خلاص يعني ما خدش الموضوع انه نزع كده شبابية وامت دايق وماشي لا هو هو امن فيهم وعرف ان ده كان طبيعي ان ده يحصل عشان يتحطي حتس لو كان فيه مشاهد حلوة لما عملو لك تجربة وركبوك عربية وانفتحت لقيت تأمير قراره دائما يعني دي كمان بتخلي المشاهد كمان متحد معاك يعني في اللحظة دي انت بطل المشاهد بيبقى وراك بيبقى معاك بيشوف بيعنيك وفي حاجة انت مسلسل بيتكلم عن شكل مخابراتي انت ما شفتش فيه عنف كتير ودي حاجة تحسب ان انت ما شفتش مشاهد دم وقتل ودبح كتير علشان ده ملف دولة يعني هنا برضو ملف دولة ازاي بتتعامل مع يعني معاهم في كل مكان يعني كان طول وقت فيه برضو فكرة ان انا انت ممكن عدوي بس انا بحربك بالسلاح انا مش عايز منك غير انك تبعد عني والنعومة والنعومة نعظي في التناول الفني على مستوى الكتابة وعلى مستوى الإخراج وعلى مستوى الصورة ان انت لوقت مش مشاهد ينفر منها المشاهد بالعكس مشاهد عارفة تدخلك في الحدث اكتر مع اقاع مناسم جدا اما تأثرش في نفسيتك طبعا